وقال وكيل أول مجلس النواب أحمد سعد الدين أن هناك تدعيات لقضية الفلسطينية قد تنال من أمن المنطقة واستقرارها بمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين ودفعهم للجوء إلى مصر فيما يعتبر جريمة حرب وأكد سعد الدين خلال كلمته أمام مجلس النواب أن المساس بالسيادة النصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي سيؤدي إلى خروج الملايين للتعبير عن رفضهم الكامل لتلك المحاولات والأفكار البائسة تواجه القضية الفلسطينية منعطفاً هو الأخطر في تاريخها بما له من تدعيات شديدة الخطورة قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها فمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء إلى مصر هو جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية وأعلنها صراحة من تحت قبة مجلس النواب المصري أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مسانداً وملتفاً حول قيادته السياسية وقواته المسلحة